السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة يا رب. النهاردة ان شاء الله وصفة جديدة وميزة جدا. هنعمل مع بعض النهاردة البنية بطريقة جديدة ومختلفة تماما واقتصادية جدا جدا. وكمان طعمها طحفة ان شاء الله هتجربيها بجده هتعجبك جدا جدا. غير بقى الطريقة التقلادية اللي احنا متعودين عليها لهاب البيض والبصمات والكلام ده كله لأ. دي طريقة طحفة واقتصادية وطعمها يا جماعة لزيز جدا جدا. ان شاء الله بجده هتجربيها هتعجبك. يلا بينا اقول بسم الله الرحمن الرحيم. ولو انت لسه ما اشتركتش في القناة بتاع تشترك فيها وفعالي الجرش يوصلك كل جديد بنزله على القناة. وكمان ما تنسيش تدعمينا على البجي بتاع على الفيسبوك باسم مطبخ المسلسبيل برضو. ويلا بينا اقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مع انا اول حاجة نص كيلو بنيه. جبت البنية غسلت كويس جدا وصفيته تماما. دي اول خطوة بنعملها. هنا بقى نبدأ نجاهز مع بعض التدبي اللي هي عبارة عن بصلاية كبيرة بشرطها بالمبشرة. وهحط عليها نص معلقة صغيرة فلفل اسود. وكمان نص معلقة صغيرة ملح. تمام وزي الفل كده. بعد كده بقى هقلب كل الكلام ده كده كويس جدا. بالشكل ده. وهجيب بقى طبق وحطه فوقيه المصفى. وهبدأ اصف البصل كويس جدا. انا عايزة افصل المية بتاعت البصل عن التفل. فهصفيها كده كويس كده زي ما انت شايفها كده بالشكل ده. تمام. هنا بقى خلاص معانا مية البصل ومعانا التفل. هقضت بقى التفل الوحدي في طبق. وبالنسبة للمية البصل حطيت عليها نص فنجان لبن. وكمان هضيف عليها نص معلقة صغيرة فلفل اسود. ونص مقعب ماجي. وكمان نص معلقة صغيرة ملح. وكمان معانا معلقة كبيرة من سوس البابريكيو. ممكن تستبدليها بمعلقة كاتشاب. ممكن تستبدليها بمعلقة السلسة. بس طبعا اللي انت تحط المعلقة سوس البابريكيو. بجد بتدي طعم جميل جدا جدا للفراخ. بعد كده قلبتهم كويس ده جدا كيه بالشكل ده. تمام. لازم تدويب كده شربة الماجي والملح والفيف الليسود والكلام ده كله تدويه كده مع بعضه. وبعد كده نبدأ بقى نحط الفراخ كده فيها. تمام. هقلبوا بقى كويس جدا كده من تحت الفوق. وبعد كده دخل في التلاجة لمدة ساعة. وبعد ساعة ان شاء الله نطلعه ونشوف هنعمل ايه. هنا بقى معانا التفل البصل. حطيته طعم في الطبقة زي ما انت شايفة كده. وكمان هضيف عليه فلفل الوان او فلفل اخضر او اي نوع فلفل مش شرطي يعني هو يكون الوان. وهروح جاية مقلبهم كويس جدا مش هحط عليه اي اضافات تانية ولا ملح ولا اي حاجة خالص. لحنا اصل كنا متبلين البصل. وكنا حطي يعني ملح وفلفل اسود وكل حاجة. جبت هنا بقى البنية طلعته خلاص من التلاجة بعد الساعة زي ما قلت لك. وروح تجاي بقى حط عليه الحشو بتاعنا الجميل اللذيز بالاقتصادي الطحفة. هروح جاي حطاه عليه كده واسبته كويس جدا بضهر المعلقة. وبعد كده هروح جاي لفها على شكل لول. تمام? واجب عصاية الخلة. وروح جاي قفلة بيها. طرف البني كده. بس واسبت بقى الحشو بتاع دخله جوه. وزي الفل لهو يا جماعة سهلة وبسيطة ونفقاش اي افتكاسة ولا فيها اي تعب ولا فيها اي مجهود. وكمان اقتصادية جدا 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 والله طعمها طحفة فعلا تغيير جامد جدا. اهو زي ما انت شايف. حطيت البني هيا. وروح جاي حط عليها الحشو. وسبت الحشو بظهر المعلقة كويس جدا عشان ما يقعشي. وبعد كده لفيت البني رول. وهجيب عصاية الشيش. وروح جاي قفلة بيها طرف البني كده. تمام? ودخل الحشو بتاعي من الجناب. وعلى كده. شايفها? جربيها بقى بجد. وتعالي اكتبي لي في الكومنتات هنا وقولي لي رأيك فيها ايه? عشان هتعجيبك جدا جدا. يعني حاجة سهلة وبسيطة واقتصادية. وسيك من ده كله طعمها كنك بتاكل فراخ مشوية. زيها زي الفراخ المشوية جميلة جدا بالسوس اللي انا عاملاه كمان كالتحفة. كده خلصت الكمية بتاعتي كلها هو زي ما انت شايفها. تمام? تعالوا بقى نروح على البتجاز. ونشوفها نعمل ايه? الطرية بتاعتها سهلة خلص والله يا جميعا. انا نروح على البتجاز حبيتها معاكم الاول الفلفل عشان يبقى جاهز معي على طول. فجبت فلفل رومي زي ما انت شايفة لونه احمر. ممكن طبعا تجيب اي لون تاني انا فضلت اللحمة عشان بيبقى طعمه حلوة او مع البنية. وروح تجاي مفتحها اربع تربع كده. وتعالي بقى على البتجاز نشوفها نعمل ايه تلوقتي. كيبت معلاء الزبدة وروح تجاي حطها في الطاصة. وشوحتها وبعد كده بقى بداها تمسك البنية. واحطه طبعا على الناحية اللي هي كانت مفتوحة وانا افلاها بالخلة. احطها عليها. تمام? اهو بالشكل ده. عشان خاطر ايه تاخد صدمة وتنكمش وتتقفل عاي معي على طول. والحشو اللي جاوه ما يقعش والكلام ده كل. اهو شايفة? او ما ياخد معاك لون على طول تبدأي بقى تقلي بيها. تمام? كده. ايدك طبعا فيها ما استبهاش خالص تخرجي بره تروح تعملي حاجة مش عارف ايه? لا. ده هي في ثانية بتستوي وبتاخد لون يعني بتاخدش وقت خالص. اهو. هفضل كده اقلب فيها كل شوية كده لغاية لما تاخد كلها لون كده من كل الجناب بتاعتها. تمام? هشيلها بقى خلاص كده خلاص. وابدأ احط الفلفل. بنفس اللي كان في الطاصة السوس بتاع البنيه. رحت جاية حطة الفلفل زي ما انت شايفها. هدلو هو كمان صدمة كده. ورشيت عليه كمان رشة ملح. ورشة فلفل اسود. بس كده محطش اي حاجة تانية. وهبدأ بقى هدلو صدمة هو كمان. تمام. راح جايل بقى الوش التاني. زي الفلة ها. تمام خلاص كده بقى نبدأ بقى خلاص كده ايه نطف بقى على النار. وتعالي بقى نشوف هنعمل ايه. جبت بقى الصينية بتاعتي بقى. وروح جايب الفلفل وحطها عليها. الفلفل ده بقى هنعمله ارضية للبنيه. هيبقى ارضية للبنيه. عشان طبعا البنيه مش هينزل السوس كتير. فاحنا هنعملوكو ارضية. وهيبقى طعم ملازيز جدا وطحفة جدا. اهو خليكي معي تابع الفيديو وشوف انا هعمل ايه. هدينا اهو فردته اهو زي ما انت شايفوا الصينية كده. هنجيب بقى البنيه بتاعنا ونبدأ بقى نحطه. بالشكل ده كده فوقيها. حط الكمية بتاعتي كلها من البلين احنا عملناها. طبعا بحطها الناحية اللي احنا قفلنها بالخلة. ممكن تلوقتي في المرحلة دي تشيل الخلة منها. عادي خلص. عايزة تسبيها لما تخلصي خطواتك كلها مفيش اي مشكلة. عادي برضو. هنا طبعا السوس دوت اللي هو نزل من البنيه لما انا حمرته والكلام ده كله. روحت جاي حط عليه معلاء السوس. ويقلب بتهم مع بعض كده. وبدأت بقى ايه? قدهني الوش بتاعها بالشكل ده. ودخلتها الفرن بقى على درجة حرارة مية وتمانين وكنت مشغلة البدو جايز من تحت بس والمروحة. مشغلتش اي حاجة تانية. يعني مشغلتش الشوية. وستها لغاية لما خدت معي اللون الجميل ده وكملت السوا بتاعها. وبعد كده بدأت اطلحها معاكم في الطبق التقديم. الله عالجمال والحلاوة. ما فيش بعد كده كلام. بصي بقى الجمال والحلاوة والشياكة وكل حاجة حلوة. في الطبق دوت. حاجة كده سهلة وبسيطة واقتصادية وطعم. ما فعلا لزيز جدا. كنت كده بتاكل فراخمة شوية كده ورحتها مش قادرة اقول لك. حاجة كده في منتهى الجميل. وطرية جدا جدا زي ما انت شايفها والحشو جوه كده مدي طعم طحفة. والتدبيلة كمان اللي تببنا بها الفراخ في الاول خالص. بديها برضو طعم وريحة جميلة جدا. ان شاء الله الوصف بتاعتي تكون عجبتكم. مش تنسوني باللايك لو الفيديو عجبك. وما تنسيش تد تدعمينا على الفيديو بتاع الفيسبوك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.